ستة صارة يا ستة رباب السلام عليكم عليكم السلام وحسن الله وبركاته جزا الله عنك خيرا يا ربنا ربي يا شيخ والله العظيم أنا عايزة أوصل لحضرتك أدهلي أكتر من شعر على الرأس تفضلي يا ستة الكل بص يا شيخ أنا دلوقتي شكوتي من والدي نعم والدي يا شيخ ظلم أمي وظلم إخواتي معي أخ معاق عنده 23 سنة وأختي بنتي عندها 40 سنة بتخسي الكلا وعندي أختي تانية عاملة عمليتين قلب مفتوح وعايزي تصدهم برا البيت وطلّ أمي بعد ما عاش معها 51 سنة يا شيخ وأنا خايفة أقف أصاده حتى الخطر ربنا ما يرضبش عليك توقفي أصاده إزاي بس يا رباب الرحبس توقفي أصاده إزاي أقف رحت يا شيخ مرة واثنين وثلاثة أترجابه إيده أنا بسألك توقفي أصاده إزاي أقف أصاده أجب له ناس يكلمه جبت له الشيوخ يا شيخ يكلمه جبت له ناس كبيرة عقلة يكلمه جبت له كل الدنيا تكلمه ومش راضي وعايزي ماشيهم برا البيت يا شيخ ويتردهم برا البيت السؤال السؤال أعمل إيه يا شيخ كلمت بكل حاجة يعني ربنا قال عليها وبعد أبكي ليل ونهار يا شيخ يا رب يا رب ما تخلينيش أن ربنا يغضب علي مش عايز أدعي في يوم الأيام على والدي مش عايز أدعي عشان ده والدي وفي نفس الوقت هو مش قابل مننا كلام طب دلوقتي يا شيخ هو ربنا يغضب علي عشان أنا دلوقتي قطعت يعني أنا لحد الأسبوع اللي فات واحطولي يا شيخ وفضلت أتحايل عليه وأكلمه ودرجته أنه ضربني يا شيخ وقطع علاقته بينا فضلت أتحايل عليه ربنا هيغضب علي يا شيخ طيب حاضر الرابط بتاع الصفحة على الشاشة قدام حضراتكم لليه اللي عايز يبعد سؤال للي مش هستطيع أنه يتواصل معنا عبر التليفون أختنا رباب قبل الفاصل بتتكلم على عقوق الأباء وده مهم جدا عقوق الأباء احنا مشكلتنا يا سادة يا أفاضل عندنا خلط في القضية دي ركزوا بقى في الكلام ده علشان أنا لسه بردك حد بقيت لي سؤالة هو وبيقول واحدة متجوزة بيت أبوها هي وإخواتها وأمها بتعاملهم كلهم معاملة وهي معاملة تانية خالص برغم أن هي بره بيها أوي وبتيجي عليها وزوجها وعيالها وبتتعامل مع أزواج إخواتها كويس جدا وبتعمل معاها معاملة وحشة أوي وهي خايفة أن هي تكون بتعقها بصوا يا سادة يا أفاضل الإسلام دين الجمال دين وازن للإنسان في كل شيء حتى في العبادة محملوش بما لا يطاق يعني إيه؟ يعني إذا انطمك يا حبيبي أو أبوك يا نرعين أو أبوك يا ست رباط هيحملك ما لا تطيقين في حاجة اسمها وَصَاحِبُهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفَةَ يعني وَصَاحِبُهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفَةَ يعني بوس إيديها ورجليها والله يسحمحك أنت في حالك وأنا في حالك هو في حاله وأنا في حالك خدوا بالكم مش حرام؟ لا مش حرام ربنا أمرنا بنأتزال ما يؤذينا ركزوا في فرق من القطيعة وفي فرق بين الهجر الجميل القطيعة أن أنت لا تكلمه ولا تسأل عليه ولا ولا لا لا اسألي عليها حماتك خلاص لكن ما تخدميهاش عيالها أولى به خدوا بالك أدم هي سيئة اللسان وصليطة اللسان وسيئة الخلق وإنت ماشيتي معاها على كل حال أمك وإنت خلاص فشلت إن أنت تعدل ميزانها فخلاص لها عندك السؤال وحسن المعاملة ربنا كرمها وغنية وبتصدق ما تدهاش حاجة يا حبيبي طيب كلنا بقى مرعوبين دلوقتي زي رباب من بيدع علي أو بتدع علي أو حبيبي أنا بس مش عايزك تدع علي هنا يعني أنت طبعا أنت بتقولش لما كده ولا أنت تقول لي لابوكي كده لكن أنا اللي بقوله مش عايزك تدع علي رباب هنا مش عايزك تدع علي محمد هنا مش عايزك تدع علي حسين هنا لا مش عايزك تدع علي فلان هنا لا أنا عايزك تدع علي جوا الكعبة جوا الكعبة شو بقى إزاي؟ وبقى بيني لو ربنا قابل منك ليه؟ لأن ربنا اسم العدل اسم الحكم العدل اللي قال إيه؟ لا يحب الله الجهر بالسوء من القول إلا من ظلم فبالتالي أنت مش مظلوم الدعوة ترد عليك يا حبيبي أنت بتقول يا رب خرب بيت فلان وفلان ما ظلمكش وفلان ما افتراش عليك وفلان ما جاش جنبك فاللي هيتخرب بيتك أنت يا حبيبي خد بالك يا ست يا كبيرة يا أب يا كبير المفروض الكبير ده لما ربنا يطيل عمرك في الأرض من أجل أن يهنأ الناس لك لا أن يهنأ